أكد صاحب السموش شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن قصة نجاح دبي استندت في جوهرها إلى نهج واضح من التطوير والتحسين المستمر للمكانات البشرية والتجهيزات التقنية لرفع مستويات الكفاءة في كافة التخصصات وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية جاء ذلك خلال تكريم صاحب السموش شيخ محمد بن راشد المكتوم الفائزين بجوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024 بحضور سموش شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسموش شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وقال سموه أسسنا نهج التميز وتكريم أصحابه قبل قرابة ثلاثة عقود واليوم نجني ثماره محليا وعالميا يسعدني أن أرى مسيرة التميز في تقدم وازدهار بتنافس جوهره التكامل وتبقى خدمة الناس وتلبية متطلباتهم الهدف والغاية وأضاف سموه نجحنا في جعل التميز مرادفا لاسم دبي في كل المجالات وثقتنا في كوادرنا كبيرة لترسيخ مكانتها كأنموذج عالمي للعمل الحكومي الأكثر فاعلية فقد أطلقنا برنامج التميز الحكومي قبل 27 عاما ليصبح الأداء المتميز اليوم علامة مسجلة لدبي ولدينا المزيد من الخطط والفرص لمستقبل العمل الحكومي ومجتمعنا يتوقع منا الأفضل ونحن قادرون على تحقيق تطلعاتهم وتوقعاتهم وهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الفائزين قائلا أبارك للفائزين وأقول لهم أنتم رواد العمل الحكومي وقدوة في الأداء الملهم والابتكار المستمر وأهنئ جميع المشاركين على ما حققوه من إنجازات وأملي أن أرى الجميع فائزا ضمن المراكز الأولى في الدورة المقبلة واختتم سموه بقوله فخور بالأداء الرفيع لحكومة دبي وطموحاتنا الكبيرة للمستقبل تستدعي مضاعفة الجهود للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة ويسعدني أن أرى المزيد من التنافس والتكامل بين دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها فخدمة الناس وتلبية متطلباتهم هما الهدف والغاية نريد دبي أن تكون دائما صاحبة الكفة الراجحة في مختلف ميادين التنافسية فنحن من بدأنا نهج التميز ومستمرون عليه لأننا لا نرضى إلا بالمركز الأول ترجمة نانسي قنقر